موسيقى إطار سياسي جديد بعد الإصلاحة الدستورية 25 نوفمبر استحققات للاتحاد الاشتراكي ممكن كيوجد لها هديش حال تقدروا تقول لنا شنو كيوجد للاتحاد الاشتراكي لهذه الانتخابات؟ التحاد الاشتراكي كما تعلمون هو حزب اشتراكي ديمقراطي ونظر من أجل الديمقراطية عشرة سنين وكذلك من أجل العدلة الاجتماعية لما الاختيارات الأساسية بطبيعة الحال أي حزب خصو يكون كيحضر الانتخابات فحنا الانتخابات خصوص يجيب واحد مشروع ديال برنامج اللي كيحاول يلبي الحاجات ديال المغاربة لأنه بالنسبة لنا وجود الحزب وجود السياسة بسفة عامة هي من أجل التلبية الحاجية للمواطنين إذن عندنا لجنة كتشتغل وكتهيئ هذا البرنامج سواء تعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية أو القضايا الاجتماعية أو القضايا التقافية إلى جانب القضايا السياسية بطبيعة الحال ومعلوم حملة انتخابية كتطلب كذلك تهيئ مادي عندنا كذلك الجنال اللي كتتهيئ الوسائل ديال الحملة من ناحية المادية وبطبيعة الحال أهم شيء هو نحن هيئو المرشحين كيفية بشة هيئو المرشحين كيفية ديمقراطية أننا في كل الدوائر اللي غدي يكون فيها مرشح المناظرين ديالنا في ديال الدوائر هم اللي كيختاروا المرشح إلا تفقوا على شيء واحد إحنا في القيادة على مستوى الوطني يعني القيادة ما كتفردس مرشحين ندخلوش كان ندخلوش فقط إلا ما تفقوش وكانوا عندهم عدد ديال المرشحين أنا ذاك يمكن لهم التجأوا الكتابة الإقليمية أو إلا ما تفقوش الكتابة الجهوية أو إلا ما تفقوش عاد تيجيوا للمكتب السياسي هذه هما النقاط الأساسية للبرناج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثانيا التحذر المادي ثالثا التحذر المرشحي سي الكاتب العام أنتم مع الحزب ديالكم حاليا موجود في الحكومة بحزب ديال أغلبية وغادي تدخلو الانتخابات المقبلة واش المشاركة ديالكم السياسية في الحكومة الحالية واللي غادي تكون سابقة في بعض الأيام واشهدك يشكل واحد فاكتور قوزيتيف يعني إيجابي أو اللاعب بالنسبة للاتحاد الاشتراكي نحن في الحكومة منذ تمانية وتسعين الحكومة اللي كانت رأسها سعبد الرحمن اليوسفي وهذه الحكومة قامت بواحدة عدة الإصلاحات لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا التقافية وفي ألفين وجوج تكونات الحكومة ديال سيد رجطو وكنا فكرنا في ذاك الوقت واش نبقى في الحكومة أو لا ولكن يتبيننا على أنه من جهة حققنا واحد عدد ديال المكتسفات كان خصنا نحافظها لها وكذلك ما كناش كملنا البرنامج ديال الإصلاحات فبقنا في الحكومة ديال سيد رجطو من أجل هذه السببين هو دعم الإصلاحات اللي كانت والمحافظة عليها وتانيا تتميم البرنامج ولكني كتعرفوا على أنه في سياسة عمر الإنسان متى يكون مكمل كل شيء كيبقى دائما دائما لأن هذا هو الأدية الحياة الحياة دائما كتجيب مستجدات وكأخص الإنسان يشتغل هذا اللي جعلنا كذلك من نجات الحكومة اللي ترأسها السعب بس الفاسي كذلك انخرطنا معها وقنا إذن في الحكومة هذي ثلاثة الولايات فإحنا كنا نعتقدوا على أن الحاصلة ديال هذه الحكومة حاصلة إيجابية جداً بالنسبة للمغرب عمر الإنسان ما يكون يقول أنه يحل كل مشاكل وعلى أن الدنيا بخير ولكن استطعنا رغم هذه الإزمة العالمية ورغم عدد المشاكل الداخلية أننا في عدة ميادين كلكم السياسية الحمد لله اليوم مغرب كيتمتاعوا المغرب كيتمسرعوا بالحرية الكاملة سواء فيما يخص التعبير ولا تأسيس الأحزاب ولا كذلك الاحتجاج ولا كل ما له علاقها بالحريات حقوق الإنسان كان جتهدوا باش تكون معترما المساوات بين المرأة والرجل وعدة منجازات تصوهبات في البلاد في قضية الصعاب الإنسان يصبح وحده بها لأن هذا عمل 15 عام تكلمتوا على حرية التعبير وديمقراطية في الحراك العربي تشاهد بعض الاحتجاجات وبعض الخارجات للجمعيات مثل ما يسمى بحركة 20 فبراير إلى أخيره مع الإصلاحات التي قامت في ظل هذه الأوضاع وكانت إيجابة الحكم على مجموعة المطالب ومثل الأحزاب التي تعتبرها مقترحات من طرف الحكم كانت إيجابية في طريق الترسيخ الديمقراطية في المغرب ولكن بعض الاحتجاجات تعتبر هذه حركة صحية أو مزايدة في ظل الوضع الحالي أريد أن أذكركم بعدها أن مؤتمر التامد الاتحاد الاشتراك للقوات الشعبية الذي كان في 2008 خرج بمقررات على رأسها إصلاح الدستوري وكذلك الإصلاحات السياسية ومحاربة الفسد فبعد المؤتمر بعتنا بمذكرة الجرية الملكة تنطلب فيها الإصلاحات الدستورية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية ونهار كانت المسيرة 20 فبراير هذه الشعارات التي كانوا يردون الشباب كلهم شعارات المؤتمر التام للاتحاد الاشتراكي إذن إحنا كنا نشعروا بأننا كان دعم المطالب دينا ولسيما عدد كبير رجال الاتحادين شاركوا في حركة 20 فبراير سواء من القواعد أو من الشباب الاتحادية أو من القطع النسائي أو العمالي أو حتى أعضاء من القيادة الوطنية إذن إحنا بالنسبة لنا الحركة دي 20 فبراير حركة صحية كانت مناسبة دي التعبير ليس فقط دي الأعزاب ولكني تعبير دي المواطنين على ما يتمنه لبلادنا جاء الخطاب الملكي دي التسعود مارس ما نعتبره تقريبا بمتابة إجابة على المذكرة دينا وشتغلنا مزيان في اللجنة التي تكونات سواء اللجنة الاستشارية من أجل وضع الدستور أو اللجنة المصاحبة السياسية اللي كانوا فيها مسؤولين دي الأحزاب وقدمنا اقتراحات إضافية ولحظنا على أن 97% من الاقتراحات اللي عملنا كلها موجودة داخل الدستور بحيث المجلس الوطني دينا قرر على أن سنساند الدستور وسنصويت بنعم وعملنا حملة من هذا من بعد المصدقة على الدستور نحن في مرحلة التانية دي الإصلاحات القانونية والسياسية اللي تنهيئوا بها انتخابات باش تكون انتخابات نازيهة باش تكون انتخابات اللي ممكنش يلعبوا فيها المفسدين وعن باش نرجع لسؤال ديلك على أنه الاستمرار رغم كل هذه الإصلاحات الاستمرار هو شيء طبيعي لأنه اللي يبغي دائما هل من المزيد هل من المزيد و كان نظن أنه هاتش اللي يجابيه الدستور الجديد في جميع المهدين لا فيما يخص الحريات فيما يخص الحقوق ولا فيما يخص كذلك توزع السولات ومراقبة السولات والتوازن بين السولات إلى آخره هاتش كله إيجابي هذا لا يعني أنه وصلنا إلى الكمال حتى تماما مع المزيد هاتش بلاد ما فيها الكمال الدول اللي سبقنا 200 سنة أو 300 سنة في هذه الدمقراطية هما بنفسهم كي يحسنوا كي يجدوا ولكن نحن نرى كيفية تدريجية نطبقوا هاتش اللي كاين ونهضموهم زيان ونحاولون نخرج منه كل الإيجابيات ومن بعد ساعة كانت أجيال اللي كانت تجين بعدها البعض وتقوم تهيئة بشغلها كل الجيل تيدي يشغلوا الانتخابات المقبلة كنت تعرف في واحد تهيئة دبعا حاليا منطرب الحزب السياسية إذا ما نقوله تشكيل في إطار تحالفات لأننا عرفوا التحتشتركين موجود حاليا في قتلة الوطنية الديمقراطية كان واحد تكتل تحالف جديد ما يسمى الجموعة الثمانية للتخلق ويقال أنه كان واحد نقاش حوله بعض تشكيل تحالف ديال اليسار مع التحالف الشتركية وحزاب أخرى كان واحد تحالفات من بعض الأحزاب وبقي حزب العدالة والتنمية بواحدهم ما زال ما تلقاش التحالف اللي يقدر يقبل عليه لابانا كلها كبير نقوسين حنا سجدنا سي عبدالله بن كيران وقالنا بأنه بعث رسالة للكتلة الوطنية الديمقراطية ولكن ما تلقاش جواب أولا الكتلة موجودة منذ 92 مش عاد اليوم بطبيعة الحال حسب الظروف كتكون ناشطة في واحد الوقت وكتكون شوية هادئة في وقت آخر كان نظن على أنه الآن الكتلة كتحاول أنها تجدد المتاق ديالها والأفاق لأنها 2011 مش هي 92 لذا كان ضروري أننا نحينوا هذا الاتفاق الذي هو بناتنا فيما يخص تحالفات وكان أكد أكد إلى حاجة بعدها مع الكتلة تحالفات كانت شيء فقط من أجل الحكومة هي كانت من أجل الإصلاحات والمغرب لا زال محتاج للإصلاحات اقتصادية واجتماعية ولهذا الكتلة ما زال عندها دور ولكن في نفس الوقت أنا أعتقد أن في مرحلة بحال هذه مرحلة انتقالية تخص فيها يكون توحيد وتخص فيها تكون ثقة ويكون فيها التمئنان ولهذا نحاول أن نجمع الشمل ما يمكن أن يجمع نحن كانت تمي واليسار إذن نحاول أن نجمع الشمل للإصلاح كانت تمي والكتلة نحاول أن نجمع الشمل للكتلة ليس من أجل الانتخابات ليس من أجل الحكومة ولكنني كان أعتبروه على أنه خص هذه القوات اليسار القوات التقدمية القوات الوطنية تكون واجدة وجهزة لكتلعب دورها في هذه المرحلة والتنمية بالأسفل 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 يخص التحالفات من أجل الحكومة نحن نعتقد أن هذا الشيء يكون إلا بعد الانتخابات من بعد الانتخابات ذلك الساعة يبان ميزل القوى كل واحد شنو عنده وكتكون مفاوضة ساعة البرنامج نحن ما ندخلش الأموان من أجل الحكومة فذلك الساعة تكون المفاوضة الأساس ديلا هو البرنامج شنو قد ينعملوا في هذه الحكومة إلا تقبل البرنامج دينا أو ماشي كله مئة في المئة ولكني الأخسارات الأساسية فيه يمكن الإنسان يشارك بها اللي عمنا لحد ساعة إلا ما تقبل شيء وبنى على أنه ما يمكن شيء نقوم ذاك الشي اللي بغينا لكسا عمنا ما نشاركوش ولهذا التحالفات المصباقة اللي قبل الانتخابات نحن ما نسمينش بها لأنه ما تبنى أنها ما فيها اعتشفة إذا لا يوجد مخاطع لأي منطق واحد النقطة اللي كتهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج وهو التسويت في هذه الانتخابات المقبلة دستور جديد منها واحد حقوق ومتحها يعني بمواطنة كاملة ولكن في نفس الوقت كان بعض العتاب على طريقة التسويت يتمنى أنهم يصوتوا في البلد يعني دي الإقامة في القنصريات اللي بش تفتح لهم ما كاتب تسويت تحد الاشتراكي نحن معهد الطرح هذا جال أنهم يصوتوا بنفسهم في صنادق الاقتراع أنا هو المنطق هذا اللي معقول ولكن هذا ما شيء نهائي هذا الشيء يمكنه يعود كله يتغير في المستقبل يمكنه يتغير في المستقبل هذه تجربة نشوفوش رديه تعطي ولكن الطريقة الطبيعية هي أنه يمشيوا القنصليات ويصوتوا بلاشك لأسباب تقنية توقع الاختيار على هذه الطريقة ولكن إلما كانش مفيدة يمكن تغير في المستقبل سعب الوحد الرأيين native dieser كاتب العم ensible ل struggling هناك أنظر نقول هو الكاتب الأول الكاتب الأول عن عفون الكاتب الأول للحزاب التعاف التعاف الخير وفي نفس الوقت رئيس المجلس النواب موخرا trail المسبوع الماضي تم انتخابكم على رأس الاتحاد البرلمان McG Wuhan واحد ذكرت مالجعل العم البرلماني الدولي شنو وهذا الانتخاب ديالكم على رأسه شنو يقدر يفيد به المخريب متع الاتحاد البرلماني الدولي هو اتحاد بين جميع البرلمانات ديال العالم فالهدف منه هو تنظيم التعاون بين هذه البرلمانات والهدف الثاني هو الدفاع والدعم الديمقراطية في العالم أي نشر الديمقراطية في العالم وتعميقها في الاماكن اللي هي موجودة فيها بالتابعة الحال هذا الاتحاد ينعب دور في حفظ على السلام في العالم وكذلك على النشاط الدولي كي يبغي أنه تكون نوع من الديمقراطية في العلاقات الدولية نشي الديمقراطية فقط داخل كل بلد ولكن الديمقراطية كذلك في العلاقات الدولية كذلك الاتحاد البرلماني الدولي كيدفع على حقوق إنسان كذلك كيدفع على حقوق المرأة والأخص المساوات بين المرأة والرجل كيدفع كذلك على الدول النامية وكذلك كيدخل وكيدحاول يضطر على الاقتصاد الدولي وعلى الدفاع على الحقوق اللي هي في طريق الدول اللي هي في طريق النمو لحيث نفس المواضيع اللي مهتم بها الأمم المتحدة من جانب البرلماني مش الجانب الحكومي موجات تلسنين دابعا من 2011 نهاية 2011 سنة نهاية 2014 هذا تقدير الجهود ديالك شخصية والمغرب في الحقيقة هذا اعتراف المغرب بتقدم في ميدان ديمقراطية وحقوق الإنسان لأن تحاد البرلماني الدولي اللي فيه كل دول كبرى في العالم ما يمكنش يكون على رأسه شي واحد اللي ماجي من دولة استبدادية ثانيا أنا اشتغلت الاتحاد البرلماني الدولي 23 سنة حضرت الشي 30 مؤسمر وكنت عضو في اللجنة المفيدية وكنت نائب الرئيس سابقا إذن حتى التجربة ديالي في الاتحاد لعبات واحد الدور هذا شي كله في خدمة أولا البشرية في خدمة أهداف هذا الاتحاد أن هذا التزام أخلاقي أنا متوخبت باش نخدم الاتحاد ولكني هذا ما كي ينفيش أنه وكذلك ينكون في خدمة البلادي في خدمة المغرب المناسبة تخلق علاقات على المستوى؟ معلوم رئيس الاتحاد كي يسفر وكيتلقى برؤساء دول رؤساء حومات رؤساء حزاب رؤساء برلمانات وكيمكن له ويدوزوا حل العدد ديال الرسائل ويفسر ويوضح وهذا شي كله في إطار التفاهم وفي إطار المهمة ديال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي هو أنه يسعى كذلك إلى حل المشاكل بكيفية المياه والحوار وهذا شي اللي قد ينقوم به إن شاء الله آخر سؤال الكاتب الأول ديال حزب الاتحاد الاشتراكي إذا عندك رسالة توجهها مثلا المواطن المغربة سواء المقيم من داخل الوطن أو خارج الوطن من أجل مشاركة في الانتخابات المقبلة لأن بعض الناس أو بعض الحزاب يتخوفهم من عدم المشاركة الكاتفة ولا يحاولوا يعبئوا سواء القواعد ديالهم أو للمواطن المستفع عما الرسالة دي الاتحاد الاشتراكي المغاربة باش يشاركوا في الاستحقاقات المقبلة شنو هي؟ أنا كانت أظن على أنه إنسان اللي يتشارك في الانتخابات هو إنسان اللي يتحكم في المصير دياله وكيشارك كذلك في وضع المصير ديال البلاد ديال مجتمع إذن من ناحية الشخصية من مصلحته يشارك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية كذلك الغيرة على البلاد خصوه يشارك وفي هذه الفترة هذه اللي كان في هذه الإصلاحات وكان في هذه التحولات الإيجابية خصوه بالمشاركة دياله كيبين أنه كيدعمها إنهم أنهم عيني وإحنا كنشوف دباف دول اللي تحرات من الدكتاتوريات بحل تونس كانت فيها انتخابات هذه يومين كان مشاركة جيل تسعين في المياه هذا برهان على أن الشعب التونسي واعي وعلى أنهم تعطش للديمقراطية وعبر عليها إحنا الحمد لله عندنا وضعية أخرى ولكن محتاجنا أن المواطنين في الداخل وفي الخارج أنهم يشاركوا بكتافة ويبينوا على أنهم كيدعموا هذه التجربة تيدعموا هذه الإصلاحات كيدعموا كل ما يتخذ من قرارات اليوم لضمان المستقبل تتعرفوا على أنه دور ديال السياسة هو حل المشاكل الحالية وتلبية الحاجة الحالية ولكن كذلك الإنسان يبدأ يترقب المستقبل وهي له وجه له وبهذه المشاركة وبهذه العمل اللي سيقوم به المواطنين سوف يمكننا أنا ذا كنعفو شنو باغين وغاد يمكننا ذاك الساعة أنهي ونفتنا ونهيئو الحزب ونهيئو البلاد من أجل تلبية هذه الحاجات متفائلين في المستقبل ديال المغرب؟ متفائل تفائل كبير لأن الإنسان اللي كيدير سياسة وما متفائل شخص يمشي في حاله سياسة هي التفائل وسياسة هي أعطاء الأمال والناس ليس سياسة السياسة هي التغيير هي تحسين الأوضاع لما يقامش بالتغيير وتحسين الأوضاع وما متفائل لأنه يمكنه أطر على الأشياء ما يمكنه شعمل سياسة كانت هذه الكلمة الأخيرة ديال السعب الوحد الراطي الكاتب الأول ديال الحزب الاتحال لشترك القوات الشعبية نحن اليوم في المقرب ديالو نشكروك مرأة أخرى سعب وحضراتي ونضرب لكم وعيد آخر في حزب آخر في برنامج السلق الجالية في إعداد هذا البرنامج الخاص بانتخابات الشريعية المقبلة ديال 25 نوفمبر بالمغرب إلى اللقاء اشتركوا في القناة